السفارة المصرية في أوكرانيا تدعى أفراد الجالية في كييف لعدم الخروج من المدينة لخطورة الأوضاع رئيس بلدية كييف يقول أن العاصمة الأوكرانية دخلت في مرحلة الدفاع في مواجهة روسيا ورئيس الأوكراني يقول أن أوروبا متزال قادرة على وقف العمليات العسكرية الوصية على بلادها أهلا بكم كل تحية نشرة الرابعة من القهرة الثانية بتوقيت جرينيتش مشاهدية الكرام إلى هذه النشرة إذن أهابت سفارة مصر بأوكرانيا بكفة المواطنين الموجودين في كييف عدم المغامرة بالخروج الآن من المدينة لخطورة الأوضاع كذلك التزام المنازل إلى حين استقرار هذه الأوضاع السفارة في إعلانات متتالية نشرتها عبر صفحتي على فيسبوك قالت أنه في ظل التكدس على الحدود البولندية فيمكن تحرك المصريين في المدن الغربية الأوكرانية كذلك للحدود مع رومانيا التي تم فتحها بالتنسيق مع السفارة المصرية في بوخارست وفي تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار قالت نبيلا مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أنه لا توجد حالة إصابة أو فقد أي طالب مصري في أوكرانيا لا يوجد أي حالات إصابة لأي طالب أو طالبة مصري أو مصرية في أوكرانيا ولا يوجد أي حالات فقدان لهم هؤلاء الطلبة في منتصف العام الدراسي فكانوا بيدرسوا فكانوا عايزين يعرفوا في حالة العودة إلى أرض الوطن ماذا سيتم كتعامل مع الشهادات الخاصة بهم خاصة أنه في منهم خلاص كانت فاضل شهرين ويخلص أو يتهي من دراسه ويرجع إلى أرض الوطن طلبت منهم أنهما يوافو وزارة الهجرة بكافة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والشهادات حتى يتم مواساة وزارة التعليم العالي بها ونتمكن من رد عليهم بما يتعامل الدولة مع كل شهادة وكل جامعة في أوكرانيا دعت الولايات عفوا أضافت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أنه يتم حاليا متابعة استفسارات المصريين بأوكرانيا على مدار الساعة غرفة العمليات الحقيقة مستمرة منذ بداية التطورات في أوكرانيا والحقيقة أنه على مدار الساعة بتتلقى وزارة الهجرة كافة الطلبات والاحتياجات الرد على الاستفسارات بالتأكيد أن كل ما يعني بيرد إلى غرفة العمليات مع نتائج الجلسة الحوارية الاسترادية النهاردة مع الطلبة والطلابات بنرفعها للقيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء على سين يبقى على عمل بتطور هذه الموضوعات دعت الولايات المتحدة وألبانيا إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم على مشروع قرار يدين بشدة العمليات العسكرية الروسية الجارية على الأراضي الأوكرانية ويطالب مشروع القرار وفقا لتقارير صحفية روسيا بسحب قواتها فورا من الأراضي الأوكرانية على الجانب الآخر اعتبر وزير الخارجي الروسي سرجيل أفروفن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا هو تحرير الأوكرانيين من القمع حسب تعبيره جاء ذلك خلال لقاء الأفروفن مع مسؤولين انفصالين موالين لروسيا بشرق أوكرانيا حيث أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ القرار بشن هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها مما أسماه بالنازية الجديدة وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء قال سرجيل أفروفن روسيا تريد للشعب الأوكراني أن يكون مستقلا وأن يملك حق تقرير مصيره بحرية واعتبر أن الرئيس الأوكرانية يكذب بالقول أن أوكرانيا مستعدة لمناقشة الوغض المحايد لها على حد تعبيره وذكر على أفروفن أن موسكو ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع كيف ولكن بمجرد أن يلقي الجيش الأوكراني أسلحته من جنيبه تهم رئيس الأوكراني فلاديمير زلانسكي أوروبا بالرد بصورة غير كافية على العملية العسكرية الروسية والبطء في تقديم المساعدة لأوكرانيا وأضف أن أوروبا متزال قادرة على وقف العمليات العسكرية الروسية إذا تحركت بسرعة وطالب الرئيس الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية بالصمود وأشار إلى أن موسكو ستضطر إلى التحدث مع أوكرانيا عاجلا أم أجلا لإنهاء القتال مشيرا إلى أن بلاده تركت وحدها في مواجهة الجيش الروسي قال حاكم ولاية سومي الإقليمية ديمترو جاباتسكي أن القوات الروسية تطوقت جميع المدن الرئيسة في منطقة سومي مؤكدا أن مركبات عسكرية روسية تتجه الآن نحو العاصمة الأوكرانية كيف اليوم نتوجه إلى كل من يمكنه تنظيم مقاومة العدو الذي يمكنه المساعدة في القتال بالسلاح إلى أولئك الذين يمكنهم إعداد زجاجات المولوتوف لمواجهة العدو على أرضنا أيضا أريد أن أخاطب العالم المتحضر بأسره لدعم أوكرانيا لتوفير الأسلحة حتى تتمكن قواتنا العسكرية من استعادة مواقعها في منطقتين سومي وخاركييف هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على جزيرة زميني بالبحر الأسود حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها وقال مسؤولون أوكرانيون أن حرس الحدود وعددهم 13 جنديا ينتشرون في الجزيرة الواقع جنوبية مدينة أوديسا السحلية قتلوا بميراني إحدى السفن الحربية الروسية تعرض مبنى سكني في ضواحي العاصمة الأوكرانية إلى قصف ما أدى إلى إلحاق أدرار بطوابق عدة كما أجلت خدمة طواري الأوكرانية 150 ساكنا وكانت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قد وصلت اليوم إلى ضواحي العاصمة بعد شن غارات جوية على مدن وقواعد عسكرية كذلك إرسال قوات ودبابات من ثلاث جهات في عمليات قد تعيد صياغة النظام الأمني العالمي قال رئيس بلدية كيف أن العاصمة الأوكرانية دخلت في مرحلة الدفاع في مواجهة روسيا من جانبها أعلانت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 118 موقع للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية من جانبها أعلان رئيس الأوكراني فلاطمير زلانسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا في اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية لبلاده أحداث الأزمة الأوكرانية الروسية تتصاعد فيما يبدو أن اسم تشيرنابل سيظل مرتبطا في أذهان العالم بالكوارثي والحروب إذ سيطرت القوات الروسية على محاطة الطاقة النووية بعد اشتباكات في محيط مفاعل تشيرنابل فبعد 35 عاما من كارثة الانفجار النووي التي قتلت الألف عدا اسم تشيرنابل لصدارة تغطيات الصحفية وأذهان الناس مع قتال عنيف حوله حبس الأنفاس أعلنت الحكومة الأوكرانية في بيان رسمي أنه دارت معارك طاحنة في أوكرانيا وصولا إلى مشارف العاصمة كييف بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية التي قامت بعمليات عسكرية جوية وبرية وبحرية ضخمة دمرت خلالها في غضون ساعات الدفاعات الجوية الأوكرانية واستولت على مواقع ومنشآت استراتيجية بما فيها محطة تشيرنابل لطاقة نووية والتي شهدت عام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ في عمليات خلفت خسائر بشرية فادحة ورد عليها الغرب بعقوبات جديدة جاء ذلك بعد ساعات قليلة من كشف الرئيس الأوكراني فالدمار زلانسكي عن هجوم للقوات الروسية على محطة تشيرنابل ومحاولتها السيطرة عليها وأشارت رئاسة الأوكرانية إلى أنه بعد فقدان السيطرة على هذه المنطقة الملوثة بالإشعاعات بات وضع المنشآت في هذه المحطة مجهولا وكذلك وضع القبة الخرسانية العازلة للمفاعل ومخزن الوقود النووي مشددة على استحالة معرفة ما إذا كانت المحطة بوضع آمن تزامنا مع العمليات العسكرية الروسية وضعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي قوتها في حالة تأهب وقررت إرسال وحدات عسكرية لتعزي دفاعات الحلف في جناحه الشرقية لتجنب امتداد هذا النزاع إلى دول أوروبية أخرى وهو سيناريو حذر منه المستشار الألماني أولاد شولز وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إلى الأمة بشأن هذه الأزمة إن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الحلف الأطلسي لكنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا وأعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة وأقرت قيودا على التصدير إلى روسيا كما دعت الولايات المتحدة وألبانيا إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين بشدة العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا فورا لكن مشروع القرار الموضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقد الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن بصفتها عضوا دائما فيه أما في براكسل فقد اتفق قادة دول اتحاد الأوروبي الـ 27 على فرض عقوبات هائلة على روسيا تشمل قطعات الطاقة والمال والنقل من جهتها وعدت موسكو برد قاس على هذه الإجراءات ننضم إلي دكتور حسن سلامة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة دكتور حسن أهلا بك وكل تحية إذن تحركات دولية لكن بعيدا عن الدعم العسكري لأوكرانيا بعيدا عن المواجهة العسكرية هذا أمر بات مفهوما على المستويات كافة محاولة العزل المالي لروسيا عن طريق عزلها عن نظام سوفت كذلك يعني محاولات سياسية هل تعتقد أنه ثمت ما يمكن أن يحدث فارقا أم نعوده من بابي البروتوكول وذر الرمادي في العيون مصدر خير يا رسول محمد يعني بالتأكيد نحن أمام أزمة شديدة الدقة في ظل العملية العسكرية اللي بتمارسها روسيا داخل أقليم الدنباس وداخل حتى الأراضي الأوكرانية بأكملها وكما ترى هناك محاولات لوقف هذه العملية العسكرية دون اللجوء إلى حرب أو صراع عسكري كما قلت واللجوء دائما إلى فكرة الضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية سواء على الكيانات الروسية أو حتى على الأشخاص الروس أنفسهم يمكن أحدث الأخبار بتقول أنه تم فرض يعني عقوبات الاقتصادية وتدمير أموال الرئيس بوتين ووزير خارجيات الأبراف يعني كل هذه الضغوط والعقوبات الاقتصادية أنا أتصور يا رسول محمد أنها يعني من قبيل ذر الرمادي في العيون لأنه كما نشهد بالسعل هناك تحركات وواقع جديد أفرده روسيا داخل أوكرانيا من وزهة نظر الأمن القومي الروسي في نفس الوقت نجد أيضا مسارات للتسوية يعني إذا جاز التعبير بين القوسين لأنه كما تعلم خرجت تصريحات هنا أو هناك سواء من موسكو أو من كيف حول الاستعداد في الدخول في محاورات ومحادثات مباشرة يعني على مستوى رفيع ويمكننا ما أكدوا الرئيس بوتين خلال اتصاله لهاتيه مع الرئيس الصيني قبل قليل يعني في نفس الوقت الذي تصرد فيه روسيا الأمر الواقع هي تصد إلى أفضل مدى ترغبه قبل أن تجلس إلى مائدة المفاوضات وتصرد أيضا شروطها على الأطراف المؤخرة نعم لكن الحقيقة أنه سيرجيل أفروف علق على الطلب الأوكراني بإجراء محادثات بأنه يعني ليس طلبا موثوقا ولا حقيقيا يعني يعني وعرض أن يكون هناك محادثات لكن بشروط روسية هذا حديث عن أروقة السياسة وتدعياتها لكن هناك ما يجري على الأرض عسكريا وتغيير الوضع حتى الديموجرافي يبدو هل تعتقد أنه المجتمع الدولي قد يقبل بالأمور كما أو ينصاع كما نصاع في مسألة شبه جزيرة القرن؟ يعني بالتأكيد العالم كل وأوروبا على وضع الخصوص تتابع ما يعني ذكرته حضرتك حق بأنه روسيا تحاول ليس فقط تغيير الواقع الديموجرافي داخل أوكرانيا لأنها تعتبر هذه الأراضي كما تعلم أراضي روسية يعني حتى ما قبلها من الأثراف بالجمهورياتين في إقليم التومباس كان يعني من وجهة نظر بوتين هو تصحيح للأوضاع يعني اللي حدثت نتيجة انتصال أوكرانيا وأن روسيا هي التي صنعت أوكرانيا كل هذه الأقاويل التي يرددها الرئيس بوتين لكن أنا يعني أزعم أنه الهدف الأساسي هو إعادة هيكلة الأوضاع والأمن الأوروبي والأمن العالمي كله الحقيقة يعني أتصور أن أنا أمام إعادة هيكلة للنظام الإقليمي والنظام الدولي ككل في ظل ما تمارسه روسيا داخل الأراضي الأوكرانية وأعتقد أن أوروبا ليست بحاجة إلى الدخول في صراع مسلح لأنه خبرة طبعا الحرب العالمية الثانية يعني ما زالت ماثلة في الأذهان وأنه المسألة الآن مرتبطة بتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية وليس يعني فتح مجالات لنزاع أو توتر أو صراع مسلح جديد يمكن الرئيس الروسي يدرك هذه الحقيقة وبالتالي هو يضغط على الأرض كما تعلم من خلال العمليات العسكرية حتى يصل إلى أقصى نقطة ممكنة ويحصل على أعلى مكاسب ممكنة حين تشهد أروقة السياسة جولة من المفاوضات المباشرة أو حتى غير المباشرة بين الروس وأطرافها نعم أشكرا شكرا جزيلا دكتور حسن دكتور حسن سلامة أستاذ العلاقات الدولية بجامعات القاهرة أذهب مشاهدين الكرام رأسا إلى واشنطن حيث هناك الكاتب والباحث في الشأن الأمريكي إيهاب عباس أستاذ إيهاب أهلا بك وكل التحية إذن لهجة عالية وتصعدية للغاية من الغرب لكنها تظل لهجة حبيسة الكلمات ويبدو أنه كل ما يستطيع فعله الغرب بشكل أو بآخر أتحدث عن الغرب وأوروبا والولايات المتحدة تحديدا طبع أنه فرض عقوبات اقتصادية قوية للغاية ومحاولة عزل روسيا اقتصاديا دوليا نعم يعني طبعا المحاولات الغربية لا ترتقي ما كان يأمل إليه الرئيس الأوكراني بلاديمير زلانسكي من انضمام أو سرعة انضمام أوكرانيا إلى الناتو وأيضا الدعم العسكري الذي كان يسترده زلانسكي في مواجهة القوات الروسية التي اقتحمت الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الماضية زلانسكي عبر عن ذلك خلال مؤتمر بيونخل الأمن قبل ثلاثة أيام عندما استغرب من بطء اقتخاذ قرار ضم أوكرانيا إلى الناتو ولكن للمتابع والقارئ للأحداث سيعلم أن زلانسكي ربما كان متفائلا أكثر من اللازم ولم يكن في حسبانه وتصوره أن القوى الغربية الناتو والولايات المتحدة الأمريكية تعمل ألف حساب للقوى العسكرية الروسية والقدرات العسكرية الروسية يبدو أن الرجل تم وعده يا أستاذ إيهابي يعني يبدو أنه وعد بالمزيد من الدعم وأنه لم يجد ما تخيله هذا اللي أنا أتحدث فيه لا أتحدث فيه تحديدا مهما كان الدعم العسكري من تقديم أسلحة دفاعية تبقى في النهاية أسلحة دفاعية ومهما كان الدعم السياسي والدعم عن طريق فرض عقوبات اقتصادية سيكون دائما ضئيلا أمام القوى التي تتمتع بها روسيا روسيا ليست إيران وليست كوريا الشمالية وليست أي دولة صغيرة من الممكن أن تتأثر سريعا بعقوبات اقتصادية تفرض عليها لذلك خرج بالأمس استشار الأمم القومي الأمريكي هنا في واشنطن والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ليقولوا أن هذه العقوبات لم تأتي بكلها بين يوم وليلة وأنها قبات الغرض بينها إضعاف روسيا اقتصاديا على المدى الطويل وهذا ما لا يرغبه الرئيس الأوكراني ولا أوكرانيا لأن الأوضاع حالية وآلية وتتطلب تدخل غربي سريع وثوري لذلك الغرب يرفض هذه المواجهة المباشرة مع القوات الروسية وبالتالي هو لم يضم أوكرانيا إلى حلف النيتو لأن انضمام أوكرانيا إلى حلف النيتو مع سكرة اجتياح روسي للأراضي الأوكرانية سيفعل تلقائيا المدى الخامسة من نفاق حلف النيتو والتي تنص على وجوب أن تقوم دول الحلف بالدفاع مباشرة والمشاركة في الحرب أمام روسيا وهذا ما لا تريده طبعا القوى الغربية فكان رهانا خاسرا فيما يبدو من دوليوسكي لأن الغرب يقف الآن يتفرج عليه دون أن يقدم له المعونة الحقيقية للحفاظ على أوكرانيا وسلامة أراضيها والدليل على ذلك أن القوات الروسية الآن تدخل في الوقت الذي نتحدث فيه إلى ضواحي أوكرانيا وبعد ربما تقاهق أو ساعات قليلة جدا ستكون في وسط العاصمة نعم وربما تستطيع أن تفضل عفوا لا أريد أن أقاطعك لكن دعني أسألك أستاذ بهاب هل تعتقد أن الولايات المتحدة وأوروبا فوجئوا يعني لم يكن يتحسبوا حسابهم مع الأسابيع والفترة الماضية كانوا يعتقدون أن ثمت ما يمكن أن يغير من واقع الحال فيما يحدث ولم يجدوا ما كانوا يتوقعونه أم ماذا يعني هذا هو التصرف المماطي وهذا ما كانوا ينتونه من البداية يعني بكون تأكيد من يفكر بهذه الطريقة سيكون ساذجا جدا يعني لأن روسيا تتحرك من منطلق الأمن القومي الروسي ولديها مطلبان أساسيان لا ثالثة لهم وقدمت بهما يعني مذكرات للولايات المتحدة وللحلف النيتو ولكن ضغط بها عرض الحائط وتم رفض هذين المطلبين ونذكر بهما سريعا عدم انضمام أوكرانيا أو أي دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى حلف النيتو كما هو كان متفق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في بدايات التسعين مئات وكما كان متفق أيضا مع أوكرانيا نفسها التي أكدت عبر ضمانات شفاهية لروسيا أنها لن تنضم لحلف النيتو ولن تستخدم كورقة ضد روسيا ولكن ما حدث هو العكس المطلب الآخر هو أن لا يكون هناك نشر لأي سواريخ بالسية تستطيع أن تصل موسكو في دقائق معدودة في الحدود الغربية لموسكو التي تعد الحدود الشرقية لدول أوروبا وهذا أيضا كان في طريقه أن يحدث إذا ما نشرت هذه السواريخ ستكون موسكو في مرة الميران القريبة جدا وعبر دقائق قريبة جدا في مشكو من قبل طبعا الغرب فمن الممكن القول أن أوكرانيا والنيتو والولايات المتحدة الأمريكية قرأوا الأحداث بشكل خاطئ وتوقعوا بشكل خاطئ أن ما يقومون به سيرهب روسيا لكن ما حدث حتى الآن هو العكس بالإضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة حتى الآن هي عقوبات ضئيلة جدا وعندما سؤل بايدن بالأمس في المؤتمر الصحفي هل ستفرض عقوبات على بوتين لم يجيب وعندما سؤل هل ستقوم بإخراج روسيا من نظام التحويل المالي العالمي سوافت أيضا لم يجيب وعندما سؤل هل سيتم فرض عقوبات على مسؤولين وأقارب لبوتين لم يجيب فهذه الأمور كلها في الواقع هناك السياسيون في أمريكا يوم منقسمون على نفسهم في هذا الإطار ويقولون أن الرد الفاعل الأمريكي بعيد جدا ورد فاعل أوروبا بعيد جدا حتى هذه اللحظة وهذا ما عبر عنه الرئيس الأوكراني زيلانسكي بشكل واضح يعني إذا ربما كان الترح السياسي في فترة من الفترات كان حوالك تفضلت وقلت أقرب إلى الساذج أو الترح الساذج سياسيا طبعا يعني أقصد واستراتيجيا لكن يعني وأعتقد أن هذا يعني أمر يجب أن يتم الالتفات إليه الآن هل أوكرانيا تختفي من على الخريطة أم أنه الأمور ستظل كما هي لكن تحت سيطرة روسية أعتقد أنه يعني كنت أود أن أطرح هذا لكن علي أن أذهب على الهواء أشكرك أستاذ إيهاب عباس الكاتب الصحفي المحلل السياسي من واشة حدثني والبحث في شأن الأمريكي أذهب الآن لأتابع جلسة لأعمال النيتو طيب الجلسة انتهت بالفعل طيب أستاذ إيهاب لو هل أنت تزال معي على الهاتف عفوا يا فاند الجلسة انتهت الآن كنت أود أن أنتقل إليها لكن دعني أطرح السؤال الذي أريده هل تعتقد أنه يعني الولايات المتحدة تخشى من زوال أوكرانيا من على الخريطة وأن تكون جزءا من أتحاد روسي كما كان في الحقبة السوفيتية أم أنه مجرد سيطرة سياسية روسية وضمانات كما وصفها رئيس الروسي فلادمير بوتين لأمي روسيا القومية كيف تثمن السيناريو المقبل؟ يعني شوفها بيضا كونات سيناريو هنا السيناريو الأول إذا مستمرت الأحداث بنفس الصورة التي هي عليها الآن فأنا أؤكد لك أن أوكرانيا سياسيا أوكرانيا زيلانسكي ستختفي وستحل محلها أوكرانيا بوتين أوكرانيا تخضع لولاء الروسي لكن تتظل أوكرانيا كما هي دولة مستقلة لا تقع في حدود جغرافية لروسيا يعني روسيا لن تضمها إلى أراضيها لكن الأخبار الوردة إلينا الآن أن هناك قوات روسية خاصة ستدخل أوكرانيا بجمع القوات القتالية الأخرى لمحاولة اعتقال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلانسكي خلال الفترة القادمة القصيرة جدا مع العلم أن هناك ضمانات أمريكية لحماية زيلانسكي وضمانات أوروبية بتقديم ملجأ آمن له وأن يدير أوكرانيا من الخارج هذا اتجاه الاتجاه الآخر أن هناك تصريحات صدرت من زيلانسكي ومقربين له في الحكومة الأوكرانية بأنهم ربما سيكونوا منفتحين خلال الساعات القادمة لإجراء حوار مع الجانب الروسي إذا مقابلت روسيا مرة أخرى أن تعود إلى حوار دعت هي بنفسها إليه كثيرا ولكن لم تلقى أبانا صاغية لا من زيلانسكي ولا من القوى الغربية هذان هما المحوران اللذان تتحرك من خلالهما حتى الآن الأطر السياسية في هذا الإطار مع طبعا استمرار الإطار العسكري الروسي للسيطرة لكامل السيطرة على الأراضي الأوكرانية والمقدرات العسكرية هناك لإسكاتها ومن ثم إعطاء الفرصة لوجود ربما حكومة جديدة تقضع لروسيا مع طبعا محاولات بتحسين علاقات الشعب الروسي والأوكراني من جديد كما قالت المتحدثة باسم الرئاسة في الكريملين بريئة غروفة قبل دقائق معدودة في مؤتمر صحفي خارج نعم وكنا نتابع لهذه الشاشة نعم يبدو أن السناريو الأول الذي تفضلت بذكرية أن القوات الأوكرانية سوف تعتقل رئيس زلانسكي أو تصل إليه خلال الساعات القادمة وحينها ربما تقرر إذا كانت تجري حوارا أم ماذا تجري بشأنها على رغم من الضمانات الأمريكية فالضمانات امتدت إلى عدم الدخول العسكري كذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية شكرا جزيلا لك سبيها بيهاب عباس البحث في العلاقات الأمريكية وحدثني توا من واشنطن أعلن أنتونيو جوتارش الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص عشرين مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا وفيما يتعلق بالجانب الروسي دعا جوتارش إلى عودة الجيش لتكناته وأكد عدم قبول العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا كان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه نداء إلى رئيس الروسي بلاديمير بوتين لوقف العملية العسكرية التي تشنها القوات الروسية في أوكرانيا بعد ساعات من أعلان بوتين بدء العملية أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوماغ أن الاتحاد الأوروبي يريد قطع كافة الروابط بين روسيا ونظام المالي العالمي وذلك بعد الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو في عقاب عملياتها العسكرية في أوكرانيا وقال لومار قبل بدء اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية في باريس إن عزل روسيا ماليا من شأنه تجفيف تمويلات الاقتصاد الروسية هذا وأعرب المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف عن أن روسيا مستعدة لإرسال وفدا إلى منسك عاصمة روسيا البيضاء لإجراء محادثات مع أوكرانيا على أن يضم الوفد مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع وقال بيسكوف ردا على استعداد أوكرانيا لبحث أعلان نفسها دولة محايدة إن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا أساسيا من هذا أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد إطلاق صواريخ على العاصمة كييف اليوم من جانبه وعد رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون الرئيس الأوكراني فلادامير زلانسكي خلال مكالمة هاتفية اليوم بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا بعد استهداف روسيا العاصمة الأوكرانية وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة البريطانية أما وزير الدفاع البريطاني فقال إن روسيا فقدت أكثر من 450 فردا في العمليات على أوكرانيا وأضاف بن والس إنه من الواضح أن روسيا لم تكن تنتوي قط قصر عملياتها على منطقة دونباس لكنها خططت للاستيلاء على أوكرانيا بأكملها قالت هيئة تنظيم الطيران المدني في روسيا اليوم إن سلطات روسية قررت منع شركات طيران البريطانية من الهبوط في مطارتها أو عبور مجالها الجوية تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض لندن حذرا على رحلات شركة الخطوط الجوية روسية إيرفلات ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومع تواصل العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية فقد خرجت مسيرات شعبية في دول عدة تنديدا بها ولدعم أوكرانيا كما قامت العديد من المدن والعواصل بإضاءة أهم معالمها ومبانيها باللونين الأصفر والأزرق كرمز للعالم الأوكراني وبادرة للتضامن لكنها تظل بادرة رمزية نتابع حالة من التعاطف الشعبي تسود معظم دول العالم تضامنا مع الشعب الأوكراني على إثر العملية العسكرية التي تجريها روسيا على أراضيه السفارة الأوكرانية في بوخارست شهدت حجدا من الرومانيين المتعاطفين مع جيرانهم الأوكرانيين المتظاهرون رددوا النشيد الوطني الأوكراني وناشدوا المجتمع الدولي لتقديم الدعم قلبي ينزف اليوم لأن العديد من أصدقائي من أوكرانيا مختبئين في الملاجئ هناك كثير منهم تمكنوا من مغادرة البلاد بسبب الحرب وتعرضت المدن لقصف لذا أنا هنا تضامنا مع أوكرانيا تشترك رومانيا في عدة مئات من الكيلومترات مع الحدود مع أوكرانيا وتتوقع أن تكون موطنا لتضفق كبير من اللاجئين الأوكرانيين إذا ساء الوضع كما أعلنت مولدوفال مجاورة أنها أعدت خياما بالقرب من الحدود الأوكرانية وأنها يمكنها استضافة عدة ألاف من الأوكرانيين إذا لزم الأمر وخرجت احتجاجات في نيوزيلاندا وأستراليا تندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المتظاهرون الذين رددوا شعارات مناهضة لروسيا طالبوا حكوماتهم باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا كان رئيس الوزراء الأسترالي قد أعلن في وقت سابق أن حكومته ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية وإمدادات طبية من خلال الناتو لكنها لن ترسل أسلحة يأتي هذا فيما أوضيئت المباني العامة والملاعب الرياضية والمعالم في مدينة مولبورن الأسترالية باللونين الأزرق والأصفر لإظهار الدعم لشعب أوكرانيا وأضيئ مقر رئاسة الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت في لندن باللونين الأزرق والأصفر كبادرة رمزية لدعم أوكرانيا كما شهدت إضاءات أخرى بألوان العالم الأوكراني في جميع أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا وألمانيا كدليل على التضامن مع الشعب الأوكراني أما في نيويورك فقد استخدم أحد الفنانين الإضاءة لعرض على أوكرانيا ولافتات تطالب بدعمها على جدار مقر الأمم المتحدة وجاء وقت الاقتصاد في هذه النشرة التي سوف نتابع بعد أخبار الاقتصاد فيها إصابات كورونا في العالم تتجاوز أربعمائة وثلاثين مليون حالة والوفيات تقارب الستة ملايين إذن بعض الأخبار المختلفة في هذه النشرة مع دينا قنديل بامتياز أشكرك محمد تحياتي لحضراتكم إلى أهم عنوين لأخبارنا الاقتصادية وفيها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفين المصريين أهلا بكم مثل مركز الإعلامي لمجلس الوزراء ودأ أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري وأشر المركز إلى أن البنك المركزي أكد أن نسبة سيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021 وهي أعلى بكثير من تلك المقررة بالمعايير الدولية أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي إصافي القياس والاستهلاك الذاتي أوضحت الوزارة أن الحوافز تشمل السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع ورفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية إلى ألف ميجاوات أكد وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي أن التعاون مع دول حوض الميل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات جاء ذلك خلال تسليم الوزير عشرين متدربا من عدد من دول حوض الميل شهادات إتمام الدورات التدريبية في مجال هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار شهد وزير الاتصالات عمر طلعات توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الأمريكية لتنمية المهارات المهنية لطلاب ومعلمي مدارس التكنولوجية التطبيقية وأشر الوزير إلى حرص الوزارة على إعداد جيل من العمالة الفنية يتمتع بمهارات متطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم نموذج يتيح الدمج بين التعلم والتطبيق العملي على النحو الذي يمكن من خلاله تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بعد زيادات حادة خلال الجلسة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تراجعت العقود الأجلة لخام برينت لشهر إبريل 33 سنة أو 3 من 10% لتصل إلى 98.75 دولارا للبرميل كما تراجعت عقود مايو 40 سنة أو 4 من 10% مسجلة 98.75 دولارا للبرميل انخفض خام غرب تكسس الوسيط 30 سنة أو 3 من 10% مسجلة 92.51 دولارا للبرميل نهاية أخبارنا الاقتصادية شكرا بالسيب المتابعة ومن جديد سعودة لمحمد ترك تفضل شكرك شكرا جزيلا هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بذكر الإسراء والمعراج كما هنأ وزير الداخلية رئيس السيسي وكبار رجال دولة بالمناسبة ذاتها أعلنت جامعة جونز هابكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس كورونا حول العالم قد ارتفعت إلى أكثر من 430 مليون حالة الجامعة ذكرت أن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم تجاوزت 85 ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف وفاء ألف حالة وأضحت الإحصائية أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالة الإصابة حول العالم بلغت أكثر من 78 مليون وسبعمائة ألف إصابة سجلت ألمانيا 210 ألف وسبعمائة وثلاثا وأربعين إصابة جديدة دفيروس كورونا خلال 24 ساعة مضت ليرتفع إجمالي الإصابات لأكثر من 14 مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألف حالة وأظهرت ديانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعضية بألمانيا أن السلطات الصحية تسجلت 226 حالة وفاء في الساعة الأربع والعشرين الماضية على مستوى البلاد ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 122 ألف وثلاثمائة وإحدى وسبعين وفاء مسجلة منذ بدء الوباء شهد الكرام نذهب الآن إلى العاصمة روسية موسكو حيث رئيس روسي فلاديمير بوتين يترأس هذا الاجتماع لمجلس الأمن القومي نتابع الجدد يستخدمون أسلحة ثقيلة في وسط المدن الكبرى مثل كيف وفاركف فهم يخططون لإجبار روسيا على القصف فهم يتصرفون بطريقة لهابين في كل عالم فهم يتسطرون بالمدنين ونحن نعرف كل ذلك يحدث بأوامر المستشرين الأجانب مثلا الأمريكان ومن جديد بود أن أتوجه إلى الأسكريين الأوكراني لا يجب عليكم عدم السمح لإستخدام المدنيين والأفراد كدروع بشرية يرجى منكم إدارة السلطة في يدكم ونحن نعرف أن الشعب الأوكراني أما الآن فهو رهنة وأيضا أقيم تقييما عاليا لعسكرين الروس الذين يعملون وينفذون أوامرهم ببسالة وبشجاعة وينفذون الخطط العسكرية الرامية إلى دمان أمننا ووطننا إذن مشاهدين الكرام تابعنا وإياكم هذا الجانب من اجتماع كل تحية لحضراتكم رئيس الروسي بلاديمير بوتين في أحاديث متواصلة في غير مرة وغير اجتماع ومجلس أكثر من مجلس وكان يجتمع بالأمس مع عدد من رجال الأعمال في قطاعات مختلفة يجتمع على مستوى السياسة يجتمع أيضا على مستوى الأمن القومي وتحدث بوتين مبررا طبيعة التدخل الروسي في أوكرانيا ملقيا بطبيعة الحال على السلطات الأوكرانية والرئيس الأوكراني بيئة اللوم وأن روسيا تبحث عن مصالحها وحماية أمنها القومية سنتابع مع حضراتكم طبعا أولا بأول ما يستجدوا من أحداث على هذه الشاشة لحظة بلحظة نحن نراقب الوضع عن كثب ونقوله لحضراتكم على الشاشة كذلك تحليلتنا في النيل للأخبار أعود إلى سياق هذه النشرة حيث ضرب زلزال بقوة ست درجات فاصل اثنين على مقياس ريختر جزيرة سومترا الاندونيسية صباح اليوم وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ الاندونيسية إن زلزالا بهذه القوة ستة فاصل اثنين من عشر ضرب منطقة قريبة من السحل الغربي لجزيرة سومترا على عمق عشرة كيلومترات وقالت الهيئة إن مركز زلزال كان على اليابسة وليس محدثا لموجات تسونامي بعدها مشاهدين الكرام سنذهب بعد فاصل قصير إلى أخبار الرياضة التي نتابع بعدها أسبانيا تشهد موجة جفاف هي الأسوأ منذ خمسة وعشرين عاما وذلك بسبب انخفاض نسب تساقط الأمطار شهدت إسبانيا موجة جفاف الأسوأ منذ خمسة وعشرين عاما بسبب انخفاض نسب تساقط الأمطار وأصبحت زراعة الفواكه الاستوائية والأشجار الخضراء مهددة بالاختفاف ظل وجود مخاوف من ندرة مياه الشرب في منطقة تضاعف عدد سكانها مشاهدين انتهت هذه النشرة لكن أهم ما بها كان السفارة المصرية في أوكرانيا تدعو أفراد الجالية في كياذ إلى عدم الخروج من المدينة لخطورة الوضع ورئيس بلدية كياذ يقول أن العاصمة الأوكرانية دخلت في مرحلة دفاع في مواجهة روسيا الرئيس الأوكراني يقول إنه سيتحتم على روسيا أن تتحدث إلى بلاده عاجلا أم آجلا من أجل وقف المعارك نزلوا مع حضراتكم في متابعة حتيثة لحظة بلحظة على شاشة نيلي للأخبار لكل ما يستجد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر